بيبدأ الفيلم في ايران في القاعدة النووية وبيدخل اتنين فنيين اتصالات توم و اوليفر جوه القاعدة علشان يصلحوا مشكلة الانترنت بس هما في الاساس تبع المخابرات الامريكية وبيكونوا جايين اصلا علشان يزرعوا فيروس في النظام علشان المخابرات الامريكية تقدر تختارك النظام ويبقى عندها تحكم كامل فيه وبيبقى في مجموعة من الجنود بيرقبوهم علشان بيكونوا شكين فيهم وخصوصا توم وده علشان اخد وقت كبير في تصليح العجل بس بيطمنوا لما بيخلصوا بيطلع يوريهم ان الانترنت رجعي اشتغل مرة تانية وفي نفس الوقت بتكون المخابرات الامريكية قادرت انها تختارك نظام القاعدة النووية وبيكونوا بيرقبوا كل اللي بيحصل عن طريق الامر الصناعي وبيكتشفوا انها قاعدة ضخمة جدا على مساحة كبيرة وبيعرفوا ان المفاعل النووي موجود في المنطقة دي ولما بيخلص توم و اوليفر المهمة بتاعتهم بتكرر المخابرات انها هتدمر القاعدة دي بعد 12 ساعة وده بعد ما يكونوا اخترقوا نظام الطرد المركزي علشان يقدروا يتحكموا في درجة حرارة المفاعل ويرفعوا حرارته ويدمروه بنروح بعد كده لوحدة صحفية اسمها لونا وبتكون بتسجل فيديو بتشرح فيه الوضع بين امريكا وايران بخصوص الاسلحة النووية واسناء ما هي بتتكلم بيجي لها مكالمة من شخص اسمه جيمس وبيعرفها انه بعت لها صور للمفاعل النووي الايراني وبيعرفها انه قدر يوصل عن طريق المخبرين بتاهم اللي تابع المخابرات بس بتتصدم لونا لما بتشوف الصور وبتتأكد ساعتها ان ايران عندها سلاح نووي ومفاعل ضخم كمان وبيطلب منها جيمس انها تشر الصور بس من غير ما تقول اسامي للمخبرين بتاهم ولما بتقفل معاه على طول بتتصل بواحد اسمه هانز وده مدير الجريدة اللي هي شغالة فيها وبتطلب منه انها تقابله في برلين علشان معاها صور مهمة عن العمليات اللي هتقوم بيها للمخابرات الامريكية مع المفاعل النووي الايراني بس بنعرف ان المخابرات الايرانية بتكون مرأة بالونا وكمان بتتجسس على المكالمة بتاعتها وبنرجع لتقوم اللي بيكون واصل هو وصحبه البيت اللي هيقعدوا فيه وبيتصل على مراته وبيعرفها انه هيرجع بكرة وكمان هيحضر حفلة التخرج بتاعت بنته بس مراته بتتخانق معاه علشان على طول بيفضل شغله على بيته واسرته وبتأكد عليه انه يحضر حفلة تخرج بنتهم وبعد كده يتطلقوا على طول بنروح بعد كده لمطار ايران وبنشوف شخص مترجم اسمه محمد وبنعرف انه افغاني من مدينة هيرات وبيبقى داخل البلد متنكر علشان ينفذ مهمة وهي انه ينقذ فاطمة اخت مراته اللي تخطفت في حركة طالبان وكمان هينفذ مهمة ترجمة تبع المخابرات الامريكية وبيجدب على الموظف وبيقوله انه شغل في الامارات تبع الهلال الاحمر بس بتعدي عليه وبيسيبه يعدي وبيطلع من المطار وبيبقى فيه حد مستنيه واول ما بيركب معاه بيكلم واحد اسمه رومان وبيشكره انه شال البصمات بتاعته من على السيستم وقدروا انه يعديه من المطار فرومان بيقوله لها مفيش شكر ولا حاجة وبيديله رقم واحدة اسمها نهال الحسيني وبيقوله انه يبقى يكلمها يعني بعدين وفي نفس اليوم بنشوف المخابرات وبتكون قدرت تختارك نظام الترد المركزي وبيبدأوا على طول انهم يرفعوا درجة الحرارة وفجأة المفاعل النووي بينفاجئ وبتنفجر معاه القاعدة النووية بالكامل وطم بيبقى شايف الانفجار وبيبدأ يحضر نفسه علشان يمشي من البلد علشان قعدته كده فيها خطر عليه وبتفرح المخابرات الامريكية بالمهمة اللي عملوها وبيبقى فيه ساعتها طيارة قريبة من مكان الانفجار وبيكون فيها لواء وبيقول انهم لازم يوصلوا للعمل كده باسرع وقت بس فرزاد بيقوله انهم بيرقبوا صحفية كده ووصل لها معلومات سرية عن العمليات اللي المخابرات الامريكية نفذتها في الشرق الاوسط فبيؤمروا ان يجيب له الملفات دي باي طريقة وكمان يجيب له الصحفية في نفس الوقت الكيادات في حركة طالبان بيتجمعوا مع شخص كده اسمه نذير وده بيكون من المخابرات الباكستانية وبيعرفوا منهم لو ما بطلوش الحركات الغبية اللي بيعملوها دي الطيارات الامريكية هتكذفهم بالصواريخ وهتخلص عليهم وساعتها للمخابرات الباكستانية مش هتحميهم ولا هتسيبهم حتى يخشوا الارض بتاعتهم وبنرجع لتوم اللي كان خلاص حدر حكته وبيقول لأوليفر انه مايسبش اي اثر وراهم ويدمر كل الهارضات اللي على الجهاز وبيودعه وبيمشي وبيوصل بعد كده لمطار دبي وبيشتري هداية البنته اللي المفروض هيقابلها تاني يوم بس بيجيله رسالة من رومان بيقوله انه لازم يقابله ضروري وبيعرفه المعاد والمكان اللي هيقابله فيه وبنرجع للونة اللي كانت قاعدة في الفندق لبيها ولا عليها بس بيوصل عندها رجالة مقنعة تبع المخابرات الايرانية وبيقتحموا عليها القوضة وبيخطفوها وبياخدوها معاهم وبيمشوا وفي نفس الوقت بيوصل توم لبيت رومان وبيلاقيه عامل حفلة كبيرة وبيعرفه انه عامل الحفلة دي علشان يبان طبيعي يعني وما ينفدش الانتباه وبيهني رومان على انجازه لعملية المفاعل النووي وخصوصا ان الكل كمراهن ان العملية دي مستحيل تنجح بس بيقوله كمان انه مش هيسافر لانه محتاجه في مهمة صعبة محدش هيقدر يقوم بيها غيره بس توم بيرفض في الاول علشان حفلة بنته وبيقوله خليها لما ارجع من الاجازة بس رومان بيعرض عليه مبلغ كبير جدا وبيوعده ان المهمة دي مش هتاخد معاه اكتر من 3 ايام وبيقوله كمان ما تقلقش هترجع قبل حفلة تقرق بنتك فبيوافق توم وبيبدأ رومان انه يشرح له معلومات عن المهمة وبيعرفه انه تفجير المفاعل النووي كان البداية وان هدفهم هو تدمير المفاعل النووي بالكامل علشان كده مهمته هتكون تدمير مطار بتستخدمه الحكومة علشان تبني مفاعل نووي تاني وبيعرفه ان المطار في مدينة هيراتس وبيقوله خلي بالك ان المدينة دي مليانة جواسيس وكمان القاعدة بتسيطر عليها علشان كده لازم تتحرك بحذر لانهم مش على طول هيقدروا يحموه ولا هيعرفوا يوصلوله في اي وقت فبيقوله توم انه تمام مفيش مشكلة بس محتاج مترجم معاه فبيعرفه رومان ان المترجم موجود وجاهز ومستنيه في افغانستان وبيروح توم بعدها علشان يقابل محمد وبيتعرفه على بعض وبيدخل مدينة هيرات وبيلاقي جزتين كده متعلقين فمحمد بيقوله اهلا بيك في مدينة افغانستان الجديدة وبيوصلوا بعد كده للبيت اللي هيقعودوا فيه وبتوصلهم شنطة كده مليانة اسلحة واجهزة اتصالات وبيطلب توم من محمد انه يجاهز نفسه علشان الصبح هيروحوا مدينة تايبان بس بتدقى محمد علشان رومان كان مفاهيمه ان المهمة في مدينة هيرات وده معناه انه كده هيبعد عن مهمته الاساسية اللي هي انقاذ فاطمة بس بيكرر في الاخر انه يكمل المهمة علشان ما يحصلش مشاكل معرومة وبنرجع للونة اللي بيوصلها لعقيد فرزاد علشان يحقق معاها وبيسألها عن المعلومات اللي وصلتها بخصوص المفاعل النووي وبيهددها انه هيخلص على بنتها لو ما تكلمتش دلوقتي فبتعرفوا ان هي ما تعرفش حاجة غير الصور اللي وصلت لها بس في شركة اتصالات كده اسمها سيبليكس هي اللي ساعدت المخابرات في تفجير المفاعل ساعتها فرزاد مش بيبقى مصدق ان دي كل المعلومات اللي تعرفها بس بيسيبها وبيمشي وبنرجع لمحمد اللي بيروح يقابل نهال اللي بتعرفه ان طالبان لسه بيدوروا عليهم بس هو بيقول لها ان فاطمة اختفت هنا وهو وعدها ان وهيدور عليها وبيسألها لو عرفت اي جديد عن فاطمة بس هي بتقوله انها من ساعة ما اختفت ومحدش يعرف عنها اي حاجة وبيروح تاني يوم الصبح للمقابر علشان يزور قبر ابنه وبنعرف ان طالبان هم اللي قتلوه ساعة لما هاجموا على المدينة علشان كده محمد مش بيطقهم وبيوافق على اي مهمة ضدهم بعدها بتحصل مشكلة كبيرة للمخابرات الامريكية وده لما المخابرات الايرانية قدرت انها تختارق البنتاجون وسربوا معلومات سرية عن العمليات اللي المخابرات الامريكية نفزوها في الفترة الاخيرة اللي بيكون من ضمن المهمات دي عملية تفجير المفاعل النووي الايراني وبنكتشف كمان انهم قدروا يعرفوا هوية توم واليفر وساعتها رومان بيتصل على توم وبيعرفوا انه تكشف ولازم يسيب المدينة ويلغي العملية فورا وبيطلب منه يسافر على مدينة كاندهار وهناك هيلاقي مجموعة من القوات الجوية مستنياها يسافر معاهم ولما توم بيسألوا عن اوليفر بيقولوا ان للأسف المخابرات الايرانية قدروا يوصلوله وخلصوا عليه وكمان اخدوا كل الحاجات اللي عنده في نفس الوقت بيعرف فرزاد ان توم موجود لسه في المدينة وبيتجيله كمان صورة ليه علشان يقدر يتعرف عليه على طول بيبلغ رئيسه بشار وبيقوله انه عاوزه سليم علشان يسلمه للمركز الاعلى وفي نفس الوقت كان رئيس المخابرات الباكستانية كان بيرائب تليفون فرزاد وانه هما كمان بيدوروا على توم وبيتصل على حكيم وبيقوله انه يروح على مدينة هيرات علشان الجسوس اللي ايران بتدور عليه موجود هناك وبيقوله ان لازم يمسكوا قابل الايرانيين علشان يعملوا عليه مزات في الاسواق المفتوحة ويعرضوا على الدول اللي قام بعمليات فيها مقابل المال او الاسرع وبنعرف ساعتها ان الايرانيين والافغان والباكستانيين وطالبان وداعش كل دول بيدوروا على توم بروح لرومان اللي بيتجمع مع القيادات وبيعرفوا منه قدر يبلغ رومان في الوقت المناسب وقاله يروح لمدينة كندهار بس المشكلة ان المسافة للمدينة دي بعيدة جدا والطريق مليان قوات لتنظيمات كتير وبيؤمروا القائد كريس انه يدي تعليمات للطيارات علشان يستنوا توم وبيروح لحكيم اللي بيتصل على رسول وبيطلب منه مجموعة من طالبان علشان يساعدوه في المدينة بس مش بيوافق غير لما حكيم يوافق انه يخليه رئيس المجلس الاعلى وبنرجع لتوم اللي بيطلب من محمد ان يجاهز نفسه علشان يتحركوا حالا قبل محد يوصلهم من الغارمة اللي بيدور عليهم ده وبياخدوا عربية وبيبدأوا يتحركوا وبتبقى المخابرات مرأبة تحركاتهم عن طريق الأمار الصناعية وبيدخل ساعتها السوق وبيكرر ان يتغير العربية علشان اللي بيدوروا عليه ياخدوش بالهم منه وفي الناحية التانية بيتحرك فرزاد هو كمان وتوم كان دخل السوق وسرق عربية تانية علشان محدش يشوفه بس للأسف بسبب اللي عمله كل الناس اللي بتطردوا بتلاحظ وجوده وبيتحرك تنظيم داعش والمخابرات الإيرانية وراه علشان يقبودوا عليه بس للأسف الطريق كان زحمة فبينزل فرزاد هو ورجالته علشان يمسكوهم بس لما توم بياخد باله وبيطلع على الرصيف وبيجري بسرعة من المكان اللي هو فيه بس بيشوفه حكيم وبيطرده هو كمان بس في عربية من اللي تابع فرزاد بتعترض طريقهم بس توم بيعدي من وراها بسرعة وبيكمل طريقه وعلشان حكيم يعطلهم شوية بيزرع كمبيلة كده في عربية من عربيات فرزاد وبتنفجر العربية باللي فيها وبيقدر توم ان يخرج من السوق وبيطلع على الطريق السريع بس بتقابلوا عربية تبع طالبان وبيضربوا عليه نار بس بيخبط العربية بتاعتهم وبيقدر يجري منهم وبيبلغوا وساعتها حكيم بمكان توم فبيلف بسرعة وبيرجع لهم بس توم هو بيجري الكويتش بتاع العربية بيتخرم فبينزله بسرعة وتوم بيقول لمحمد يغير الكويتش وهو هيرأي بالمكان من حواليه بس محمد كان جاب اخره وبيعرفه انه جينا لمدينة هيرات علشان ينقذ فاطمة اخت مراته وانه مش هيمشي منها الا لما يلاقيها وبيسيبه وبيمشي بس توم ساعتها بيلاحظ ان في حد مستخاب بعيد فبيضرب طلقة كده علشان يخوفه بس بيطلع عائل زغير وبيرمي حاجة من ايده وبيجري ولما توم بيروح علشان يشوف ايه اللي العين رما ده بيكتشف انها كنبيلة مزروعة في الارض وبيفجرها وبيتكلم مع محمد وبيعرفه انه هو اللي فجر المفاعل النووي علشان كده كل الناس دي بتجري وراه وبيقوله انهم لازم يبقوا مع بعض علشان ما حدش هيساعدهم وبيقوله كمان انهم لازم يوصلوا لمدينة كاندهار وساعتها يساعدوا ان يلاقي اخت مراته اللي بيدور عليها وبيبعد توم بعديها رسالة لرومان وبيعرفه انه هيعدي على مدينة دي لارم فعلى طول بيكرر رومان انه يروح يساعد توم ويخرجه من الورطة اللي هو فيها وبيكمل توم طريقه في الصحراء لحد ما بيجي الليل بس بيتفاجئ بطياره هليكوبتر ماشية جنبهم وبيكون فيها فرزاد ورجالته وساعتها بيبدأوا يضربوا عليه نار بس هو كمان بيرد عليهم ضرب النار لحد ما بيقدر انه يسيب واحد منهم وبيقف بالعربية ويقول لمحمد انه يستخبه وبيكمل ضرب نار عليهم وبيبقى فيه اتنين بيقربوا منه بس توم كان معانا الضارة رؤية ليلية فبيقدر انه يحدد مكانهم بسهولة وبيخلص عليهم هم الاتنين ومش بيبقى فاضل غير الطيارة اللي بدأت تلف فوقيه وبتضرب عليه نار بس بيقف مكانه ومش بيجري واول ما الطيارة بتقرب منه بيرمي تحتها كنبلة وبيفضل يضرب عليها نار لحد ما بيقدر انه يفجر الطيارة وبعدها بيقعدوا هم الاتنين يريحوا شوية ومحمد بيصلي ولما بيخلص بيتكلموا مع بعضه بيقول له توم ان السوار اللي معاه ده بتاع المترجم السابق اللي كان معاه اللي حاول ساعتها انه يخرجوا على امريكا او لندن بس للاسف داعش وصلوه للاول وعدموه وبيفضلوا يقود وتكلموا شوية كده عن حياتهم في نفس الوقت بينزل رومان من الطيارة الخاصة وبيجيلوا زابط بريطاني كانوا زرعين وسط تنظيم داعش وبيسلموا على بعض وبعد كده بياخدوا بعضه وبيمشوا وتاني يوم الصبح بيوصل حكيم للمكان اللي كانوا فيه بس مش بيلاقي غير الطيارة اللي متفجرة وبيعرف ان المهمة دي صعبة غير مكان متخيل بعد كده بيوصل توم ومحمد للجماعة اللي تبع صاحبه اللي قال رومان عليه وبنعرف ان صاحب توم اسمه اسماعيل وانه قائد تنظيم جماعة اسمهم الطاجيك واول ما بيوصلوا توم بيخلي محمد يعرفهم انهم تبع اسماعيل علشان ما يقتلهمش وبياخدوهم معاهم في العربية وبيبقى محمد متضايق انهم هيطلبوا مساعدة من الارهابيين دول وبيوصلوا للقرية وبيقابل توم صاحبه اسماعيل وبيرحب بيه جدا وبيبقى محمد متضايق منهم وما كانش هيسلم اصلا على اسماعيل وبنعرف ان اسماعيل وجماعته بيعملوا عمليات لصالح اللي يدفع اكتر وبيطلب توم من اسماعيل طيارة علشان عاوزين يروحوا لمدينة كندهار بس اسماعيل بيعرفوا انه للأسف الطيارة ده الجماعة داعش مبارح وانه مش هيقدر يديله غير عربية وبعدها بيقعودوا ياكلوا بس برضو محمد بيبقى متضايق ولما اسماعيل بيلاحظ كده وبيسأله عن السبب بيقول اسماعيل انه خاين وانه السبب في تدمير مدينة هيرات وموت الاف الناس الابرياء اللي ملهمش زنب في حاجة اللي من ضمنهم ابنه بس اسماعيل بيعرفوا انه عمل كده علشان الفلوس وبردو ما عندوش مانع انه يعمل كده كل شوية لو فيه ناس هتدفع له فلوس اكتر وبيقوم اسماعيل وبيطلع المسدس من جيبه وساعتها رجالته كلها بتحوتهم وبيدي المسدس لمحمد وبيقوله يلا لو عاوز تنتقم الفرصة قدامك هاي بس محمد بيرفض يقتله وبيرمي المسدس وبيقوله انه ربنا مش هيسامحك وبيسيبه وبيمشي وساعتها توم بيروح وراه وبيعتذر له علشان ما كانش يعرف ان اسماعيل هو اللي قتل ابني فبيزعله بيقوله انه بسبب المساعدات اللي بياخدها منك ومن اللي زيك عمل كده فبيطلب منه توم انه يهدى وبيقوله لو مش عاوز مساعدتهم ممكن نمشي يعني من هنا بس محمد بيقوله انا مش عاوز بس غير ان امشي من هنا وروح لعيلتي بأمان فبياخدوا العربية وبتحركوا بس اسماعيل بيخونهم وبيتصل على شخص كده وبيعرفوا المكان اللي هم ماشوا فيه في نفس الوقت كان حكيم لسا بيدور على توم وبيجيله مكلمة من القائد بتاعه بيقوله ان يروح دلوقتي لمدينة كندهار علشان توم رايح على هناك علشان فيه طيارة مستنية هناك وهتتحرك بعد 6 ساعات فبيطمنه حكيم وبيعرفه انه هيقبض عليه ويجيبهوله لحد عنده وبيطلب منه بس انه يساعده انه يسافر بعد المهمة دي علشان تعب من الشغل في الصحراء وبيقفل معاه وبيتصل على رسول علشان يبلغوا على مكان توم ويبعد حد علشان يقبض عليه اللي كان ساعتها في طريقه المدينة كندهار بس بيتفاجئوا بمجموعة من العربيات تابع الطالبان بتحوطهم من كل مكان وبيقدروا انهم يقبضوا عليهم وياخدوهم للقرية بتاعتهم وبيربطوا توم وبيتوصوا بمحمد شوية على الاخر علشان هو افغاني زيهم وبالنسبة لهم خايم بس فجأة بتوصل قوات داعش اللي هم في الحقيقة مش تابع داعش واني اعرف دلوقتي وبيبدأوا الهجوم عليهم وبتقوم بينهم معركة قوية جدا بيموت فيها عدد كبير من الجنود وبيتصل الرسول على حكيم وبيطلب منه ان يبعد دعم جوي بسرعة بس حكيم بيرفض علشان الوقت وبيعرفوا انه كده كده جايلوا في الطريق وبتستمر المعركة شوية وبنكتشف انه رومان معاهم ولابسين كلهم لبس داعش وبيطلب منهم يفجروا البوابة وبيقدروا ان يموت رسول وبيقدروا انهم يخلصوا على عدد كبير منهم وبيدخل بسرعة التوم وبيفكوا وبيدوروا على محمد لحد ما بيلاقوه وبيسندوه وبياخدوه برا وبيركبوه العربية وبيسلم على صاحبه اللي تابع داعش وبيسيبوهم وبيمشوا وبيبدأوا يتحركوا علشان يوصلوا للمطار اللي فيه القوات مستنياهم هناك بس بيشوفهم حكيم وهما ماشيين ومش بيردى يتدخل وبيقرروا ان يستنياهم في مدينة ميوندا وبيبلغ قوات طالبان بكده وبيفضل ماشي وراهم بس للأسف حكيم بيقدر انه يسيبو في بطنه وبتكون الاصابة قوية علشان كده بيكرر انه ينط من العربية ويشتبك معهم وفضل يضرب عليهم نار لحد من رصاص اللي معاه خلص وساعتها حكيم قدر انه يخلص عليه وبينزل ياخد الموتسيكل بتاعه وبيكمل مطاردة ورا توم وطالبان بيكونوا مستنيين توم اللي اول ما بيقرب منهم بيأمرهم حكيم انهم يبدأوا يضربوا عليه وبيتفاجئ توم بكمية صواريخ عمالة تضرب عليه من كل اتجاه بس بيحاول انه يتخطاها باي طريقة وساعتها محمد كان مرعوب من الموقف اللي هم فيه وبيقول لتوم انهم مستحيل يعدوا من القزائف ده من غير ما يحصل لهم حاجة بس توم بيطمنوا وبيقولوا ما تقلقش وانه يحاول يوصل البوابة بتاعت المطار باي شكل وبتوصل ساعتها عربيات كتيرة جدا تبع طالبان وبتقدر عربية منهم انها تضرب صاروخ على عربية توم وبتدقلب من قوة الصاروخ وساعتها حكيم بيطلب من قوات طالبان انهم يقفوا مكانهم وما يتحركوش وبياخد الموتسيكل بتاعه وبيروح نحية عربية توم وساعتها توم اخد السلاح بتاعه وفضل يضرب على حكيم نار وحكيم بيرد عليه ضرب النار هو كمان لحد ما بيقدر توم انه يصيب حكيم في رقابته وبيقع حكيم على الارض فعلى طول بتتحرك قوات طالبان باقصى سرعة وساعتها توم ومحمد بيكونوا خلاص تقريبا بيوضعوا بعد لانهم كانوا عارفين مصيرهم ايه بس المخابرات الامريكية كانت متابعة كل اللي بيحصل من خلال الامار الصناعية ولما بيشوف القائد كمية العربيات اللي رايحة عليهم بيزر قرار للطيرات انها تضرب على العربيات دي بس مارك بيقولوا انهم ما عندهمش اي تعليمات انهم يهجموا عليهم بس كريس ماهتمش بكلامه وقال له القرار ده على مسئوليتي حتى لو هتطرد من منصبي وبيدي الامر بالهجوم وبيقدر اللي طبع طالبان وبيخلصوا عليهم كلهم بالصوارير وبيتفاجئ دوم ومحمد بن شايفينه وبيقوموا بسرعة وبياخدوا عربية وبيمشوا باقصى سرعتهم من ناحية البوابة وبيخترقوها وبينجحوا انهم يوصلوا للطيارة اللي هتنقلهم خارج المدينة وبيركبوا الطيارة وبيفحصوهم بسرعة وبيعملوا لهم اللازم وبنشوف حكيم وهو لسه عايش ما ماتش والمخابرات الايرانية قرارت انها تحرر الصحفية لونا بعد ما تأكدوا انها ما تعرفش اي معلومات تانية ومش بتكون مصدقة انها اخيرا بقت حرة وقائد فرزاد بيروح يغسله وبيودعه وبيدي الخاتم بتاعه لمراته ومحمد بيرجع اخيرا لعيلته وبيبقى فرحان جدا انه رجع لهم مرة تانية وتوم بيرجع على لندن وبيلاقي بنته مستنياة في المطار وبيقدر انه يلحق حفلة التخرج بتاعها وبيخلص الفيلم على كده لو وصلت الحد هنا هيبقى الفيلم عجبك فما تنساش تعمل اللايك الجميل وتعمل سبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفنا علشان يوصلك كل جديد اشوفكم الفيلم الجاي سلام